قم بسم الله الرحمن الرحيم نستكبل الدرس السابق عن ال 컨ستركتور الدرس السابق شرحنا الذي ساعلت دزاين ليش نحتاج الكنستركتور في الدرس هذا شاء الله راح نشوف كيف نكتب الكونستركتور بالتفصيل وكيف يعمل الخاصته هذا الآن قدامك الكود، هذا الكود اللي موجود في المين . البداية الخاص هذا من الكود و الجزء هذا مع الكود هي الكود اللي يوجد عندك في الـ processors أول شي، طبعاً أذكرك بعض الأشياء التي ذكرناها محاضلة ح cognition الكونستركتور اسمه مطابق لاسم الكلاس الكلاس employee يكون اسمه employee الكونستركتور مثل 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 ثانية يستقبل برامتر عادي زي جميع الميثود اللي كتبناها سابقا تستطيع ترسله هنا برامتر نفس الشي والكونستركتور لا يستدعى الا من خلال كلمة new وما نضع هنا قيمة يرجعها الكونستركتور لانه دائما يرجع لنا object من نفس نوع الكلاس خليشوف الان كيف يشتغل الكونستركتور هذا هذا عندنا الهيب وهذا عندنا استك اول ما بدينا طبعا اول شي راح نسوي راح نسوي عندنا هنا activation record للميثود main طبعا الاكتفايش الريكورد فاضي ما فيه اي شي هذه الميثود main تمام نجي هنا نبدأ ننفذ طبعا تنفيذ دائما يبدأ من المين نبدأ ننفذ الآن يقال لك new employee كلمة new راح تسوي لي object من نوع employee بما ان employee راح تسوي لي object من نوع employee new هي اللي راح تسوي للobject نفسه فخلنا نضع هنا الobject عندنا الobject هذا من نوع employee هذا هو الobject تمام من نوع employee فيه اربعة attributes هذه الattribute first name طبعا انا راح اختصر اسم الattributes ما راح اكتب الاسم كامل لان هي last name first name مضبوط وهذه الattribute id وهذه الattribute salary تمام سوينا الattributes لان نقلنا new هنا الآن يجي دور الconstructor هنا نحن نستدعي الconstructor وemployee طبعا الجافة تقول لك هل عندي constructor زين هل عندي constructor يستقبل اربعة برامتر اثنين string وواحد int وواحد int نعم عندي هنا constructor يستقبل اثنين string وطبعا ال double يستطيع ان يستقبل int زي ما قلنا سابقا عادي implicit casting وهنا int حق ال id حلو اذا الجافة قالت عندي constructor هذا استدعي الconstructor هذا تجي الجافة تستدعي لك الconstructor ونضع هنا الactivation record حق الconstructor نفسه تمام هذا الactivation record حق الconstructor نفسه زين طبعا في الactivation record حق الconstructor دائما حنا نتكلم دائما عندنا شي يؤشر على الobject اللي سويناه automatically تمام خلنا ضع reference هذا اللي هو reference this دائما يؤشر على على الobject اللي سويناه تمام لاحظنا الى الان تونا نسوي الobject يعني شي غريب ما هو زي الميثوتزال الثانية اللي شفناها سابقا الobject موجود وخالص موجود في الذاكرة لا الحين حنا جايسين نسوي الobject زين فيعني الكرامة اللي يقولوا هذا ما هو دقيق 100% باستطيع انك تفهمه بالشكل هذا فهذا الآن الآن قال لك الfirst name تاخذ fn والlast name تاخذ ln والسلري تاخذ sal وطبعا هنا قلنا this.id تاخذ id لتشابه الاسماء بين id وid بين البرامتر id اللي عندنا هنا وبين الattribute او الinstance variable id اضطرينا ان نضع this للتفرقة تمام هذا شرحناه سابقا فبكل بساطة ياخذ البرامتر اللي جاية اللي هي علي ومحمد وعشر الاف واحد واحد اللي هي جاية هنا في قيم البرامتر هذه ياخذها ويضعها في الattributes زين طبعا هذه البرامتر سترسل فأكيد طبعا تكون عندنا هنا في الactivation record قل عشان نضع التفصيل لزيادة فنقول هذا اللي هو fn وهذا اللي هو ln موجودة طبعا كlocal variables وهذا اللي هو sal اللي هو salary وهذا هو ال id تمام هنا ال id واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة والسال عشرة الاف وعلي وهنا محمد تمام هذه موجودة عندنا اللي هي البرامتر زي اللي عندنا هذه الاربعة راح ناخذ قيمها ونضعها في ال instance variable الخاصة في ال object اللي استدعينا للكنستركتور فنشيل واحد واحد اثنين اثنين ثلاث ثلاث وخلنا نبدأ في first name يكون علي first name علي وlast name يكون محمد هذا last name يكون محمد وال id واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة والسالري عشرة الاف ريال زي ما شفنا هنا هذا الان الكنستركتور تمام بعد ما نخلص الان انتهى الكنستركتور نشيل ال activation record الخاص بالكنستركتور هذا شرنا ال activation record هنا عندنا خلصنا منه نشيله طبعا تروح ال local variables او ال parameters افوا اللي موجودة في الكنستركتور يروح من عندنا تمام ويرجع لنا الآن لاحظ هنا الشي الجديد انه الكنستركتور يرجع لنا ال reference هنا اللي هو this يرجع لنا هنا ويكون اسمه E فهذا E اللي هو reference لل object الجديد اللي سويناه اذا الشي الجديد اللي سويناه هنا فقط شي واحد انه صار عندنا method تضع لنا قيم ابتدائية في ال object سميناها الكنستركتور تضمن لنا انه ال object يولد بالقيم اللي حنا نبغاها مضبوط قد من جهة من جهة ثانية سهلنا على المستخدم تذكر المستخدم كان كاتب set 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 اربعة set او خمسة ست تخيل هنا على اطنية اطنية او مرة واحدة في سطر واحد اطنية في شي ناقص ما زال لو تلاحظ هنا عندنا وهو انه ما نشيك على سلري نحن نبغى انه دائما نبغى انه يكون الاول قيمة تجي لل object دائما تكون القيمة قيمة صحيحة هذا هو الغرض من الكنستركتور اذا هذه مشكلة الآن السلري الآن مرة ثانية يعني نعيد السلري ما نضمن انه يعطينا يعني لو جاء هنا المستخدم وعطينا السلري 1000 راح نقبل ونضع القيمة هنا وهذا شي خاطئ الآن عندنا tool عندنا اداة اسمها الكنستركتور تسمحنا اننا نفرض عن المستخدم قيم صحيحة يعني تعطينا القيم الصحيحة هذه يعني ما نقبل بالقيمة هذه تمام؟ طيب كيف ننسوي الشي هذا؟ بكل بساطة نستطيع اننا فقط نضيف شي بسيط هنا عندنا نضيف ال if statement هذا هو الشي خلني اشيل بس الكلام المكتوب قبل بكل بساطة الفرق بين الكنستركتور هذا والكنستركتور السابق اننا اضفنا if statement بس ما في اي فرق ثاني فيقلنا اذا السلري اكبر من 5000 والسلري اصغر من 30000 فان السلري gets sal تمام؟ فبالطريقة هذه ضمننا انه اذا عطانا طبعا لو ما عطانا هنا راح ويش راح تتصرف هنا؟ هنا على حسب ال business logic اللي عندك هل تبغى تحط مثلا السلري 5000؟ مثلا تقول اذا ما جاني اي شي فانه دائما السلري يكون 5000 في البداية لازم تضع قيمة يعني في البداية لو خليتها هنا راح تكون 0 هل تضع السلري 0؟ مضبوط هل تضع السلري بالسالب؟ مثلا تقول هنا else لان السلري ياخد سالب 1 عشان يكون جدا واضح فيما بعد لو واحد استخدم ال class لو موظف استخدم برنامج جاي يشوف السلري طلع عليه السلري هذا بالسالب فراح نادي الشخص اللي سوى البرنامج الشخص اللي سوى البرنامج اكتشف انه لما استخدم ال class حقتك المبرمج اللي استخدم ال class حقتك انه ما اعطاك السلري بشكل صحيح تمام؟ فمجرد كونك وضعت سالب واحد في السلري زين؟ استطاعت انك تنبه الاشخاص اللي يستخدمون البرنامج انه والله فيه خطأ فانت عندك قيارات كثيرة مضبوط الافضل من هذا كله انك تسوي اشي انك تكتب ال constructor بالطريقة هذي تمام؟ انك تقول الابغى الكنستركتور يستدعي السيترز زي ما نشاهد قدامك هنا تمام؟ فبدالما انك انت تروح تضع القيام السيترز اصلا من قبل كانت مضبطة انها تضبط لك القيام تشيك على القيام صحيح ومو صحيح بدالما تشيك في مكانين زي ما استخدمنا في انكرمنت سالري لما قلنا ان انكرمنت سالري راح تستدعي السيترميثود حتى انه ما نكرر الكود نفس الشي هنا الكنستركتور راح يستدعي السيترميثود حقاتك حتى ما نكرر الكود فهذه الست سالري فيها الشرط اذا كان اكبر من خمس الاف واصغر من ثلاثين الف مضبوط وهنا استدعيناها في الكنستركتور لاننا كتبنا نفس الكود طيب لو كان في اختلاف في الكود بسيط بين الكنستركتور وبين السيتر بالحالة هذا يكتب الكود في الكنستركتور ما عندك مشكلة بمأن في اختلاف اكتب الكود في الكنستركتور لكن هنا عندنا الكود السابق كان تماما مشابه للستر فلذلك قمنا استدعينا الستر بشكل مباشر واختصرنا الموضوع لاحظ هنا انه ميثود تستدعي ميثود كونستركتور يستدعيه للستر لو تتبعناها بشكل سريع هنا راح يكون عندنا اكتيفيشن ريكورد لكنستركتور تمام تونا جاسين نبني الابجيكت ويكون فيه طبعا الـ هنا تمام طبعا الـ هنا غير موجود الى الان تونا ما سوينا الابجيكت الى الان زين وبعد كده نسوي واحد جديد هنا اللي هو حق السيتر حق السيت سالري وبرضه الثس اللي فيه هو نفسه للأوبجيكت هذا تمام ثم بعد كده نرسله طبعا السالري من سال اللي هي سال هنا اللي عندنا فسال اللي عندنا هنا هذه راح ترسل مرة ثانية هنا تحت اسم سالري كبرامتر تمام سال هذه راح ترسل تحت اسم سالري زين عادي ميثود تستدعي ميثود زي الطريقة ساقص بس حبيث نورك يا عشان تشوف ما في شي جديد في الكونسركتر هو ميثود بس بالاختلافات البسيطة اللي ذكرناها مرة السابقة والفكرة منه هي اللي ذكرناها مرة السابقة نعبي هنا السالري وخلاص وانتهينا بعد كده ننتهي من السيت فنشيل السيت هنا ونخلص كل السيت الباقية ثم إذا انتهينا ننتهي من الكونسركتر يكون عندنا الأوبجيكت جاهز بالقيم الجاهزة قلني أوريك الميثود هذي في الكونسركتر هذا في الإكليبس هذا هو الكونسركتر خلنا نضعه في البداية هنا هذا وضعنا الكونسركتر نشيل الكونسركتر القديم هذا الكونسركتر القديم اللي ما كان يستدعي السيتر ميثود تمام؟ نشيله نضع بداية الكونسركتر الجديد اللي يستدعي الميثود وهذا هو استدعاء الكونسركتر من المين تمام؟ هذا استدعاء الكونسركتر من المين وهذا هو الكونسركتر نفسه اللي يستدعينا وهو يستفيد من السيتر ميثود أرجو أنك تراجع ويليت أنك تسكر فيديو هذا وتروح بنفسك حفظاً من راسك تكتب الكونستركتور في الكلاس وتكتب استدعاء الكونستركتور واكتب الكونستركتور كل الطريقتين باستدعاء سيترز وبدون استدعاء سيترز فقط تكرار حتى أنك ترسخ المعلومات هذه بذهنك محاضرة السألة القادمة إن شاء الله نكمل على الكونستركتور ونشوف بعض الملاحظات المهمة في الكونستركتور